بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وخولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الجمول محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عبالي إن من نعم الله عز وجل علينا أن هدانا لإسلام وأن وفقنا للإيمان وأن أعاننا الله سبحانه وتعالى على قاعته وهذه نعمة تحتاج إلى شكر لله عز وجل لا تحتاج إلى اغتراف فإن كثير من الناس حين يهدى إلى مثل هذا يغتر بذلك وينسم الفضن إلى نفسه على أن ذلك منة من وكان ينبغي أن يعلم منة الله عز وجل عليها وأن لا يمن بشيء من عمله لا على الله ولا على رسوله ولا على هذا الدين لأنه ما اهتدى إلا بالله وما صام وما صلى ولا حك ولا اعتمر إلا بالله سبحانه وتعالى هو الذي وفق وعا فكان ينبغي أن ينسب الفضل إلى صاحبه إلى المنع سبحانه وتعالى الذي أنعم على عباده مذكانها جنة في البطن أمهاتهم إلى أن صاروا على هذه الهيئة التي فيها يتكلمون وابصرون واسمعون وابتشون وابتشون ويأكلون واشرغون واستمتعون بنعم الله سبحانه وتعالى فكان عليه أولا أن يسكر الله على نعمه وإنما شكر الله سبحانه وتعالى لا يكون مجرد كلمة يتلفظ بها المرض وإنما عليه أن يعمل من الله عز وجل بطاعته شكرا على نعماه وما قال الله عز وجل اعملوا اعملوا آل داهم بشكرا فأمرهم أن يعملوا شكرا لله سبحانه وتعالى وأنتم عليكم أن تزدادوا عملا إلى عملكم وطاعة إلى طاعتكم كلما وفقت لطاعة هل هي نعمة تحتاج إلى شك وإذا شكرتم الله عز وجل وهبك المزيد ولئن شكرتم لأزيدا لكم وأما الأمر الثاني الاغترار بالعبادة والعمل فإن العبد إذا عمل عملا اغتر به وظن أنه به نجا وأنه قد أدى ما عليه وقد فعل طاعة كذا وكذا فيقتر بها وهذا المسجين نظر إلى مجرد الحركات والكلمات التي تكلم بها دون النظر إلى قبول ذلك منه فليس كل عمل يتقرر بالإنسان يقبله الله سبحانه وتعالى وإنما يقبل الله عز وجل ما كان خالصا لله عز وجل وحده وما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده كذلك فإن هذه الأدوات قبول ثم يقلصها من كل شاكبة سنة فلا فلا يرى فيها لنفسه فضلا ولا نعمة ولا يرتغي بعمل الآخرة شيئا من الدنيا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا خاف من ربنا يوما عبوسا كمطريرا وجاء من أغسى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا فالعبد لا يسأل الناس شيئا على طاعته لله عز وجل ولا أصر بذلك أن يكون المقابل بالدين ولو كان المقابل أن يحترموه أو يبجلوه أو يجلس عند فجميه أو ينفعونه في منصر الرياسة والوجاهة أو غير ذلك مما تتشوف إليه النفس البشرية لا ينفعي أن يكون العمل المتعلق بالآخرة لأجل ذلك فكل ذلك حطام وما يتعلق من آخرة أجل من أن يخدم ذلك الحطام الذي سرعان ما يزور عن الإنسان ثم ينقلب بعد ذلك إلى الله سبحانه فسأله عما قدم من صالح وطالح من عمل وقول واعتقال فإن العبد ينبغي أن تكون عينه على القبول هل يخبر الله عز وجل مثل هذا العمل وإذا وإذا كان لا يعلم ذلك وليس له سبيل إلى معرفته فينبغي أن يكون وجلا خاطفا خاشيا من الله سبحانه وتعالى أن يرد عليه عمله فيجدهد في تحسينه وإتقانه وتكراره والموظفة عليه والثبات على هذا العمل الصالح كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كان إذا عمل عملا داوم عليه وكان عمل دين عليه الصلاة والسلام فكان يثبت على عمل يتقرر به وكان يقبل الزيادة للنقصان حتى يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهو مع ذلك خاطع لله عز وجل قاشع دليل كسين بين الله سبحانه ملح عليه فقير إليه سبحانه وتعالى ينود به ويستعين به على كل أمر من حوائل الدنيا إلا يرى لنفسه حول ولا قوة في عبادة ولا غيرها وإنما يرى الحول والقوة لله سبحانه فبحوله حوله من حال إلى حال وبقوة أقدره على فعل كل شيء هو فاعيه أي إنسان ولولا الله عز وجل ما استطاع فعل شيء من ذلك كله فهو يرى فضله الله لله سبحانه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدنا الله فإن إبراهيم عليه السلام كان أرفع قرأ من البيت ويؤذي العبادات وكان يرفع يريه إلى السماء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا هم أتم مسلمة لك وأرم مناسكنا وتبع علينا إنك أنت كواب الرحيم فكان يقول ربنا أتقبل منا فليس عينه على العمل وإنما عينه على القبول أن يتقبل الله سبحانه وتعالى ذلك العمل فإن الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين كما قال عمر وددت أن الله تقبل مني سجدا فلقد علمت أن الله لا يتقبل إلا من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين وقال لو علمت أن الله تقبل مني سجدا لكان فرحتي بذلك أعظم فرحة لأني علمت أن الله لا يتقبل إلا من المتقين فالمع فالمعب عبار ربما يهدى من إعناد الله عز وجل إلى هذا الدين الحنيف وربما يوفق إلى الإيمان بأركانه ولكن أنه يغفل عن ذلك ويسر عن ذلك ثم يغف متحيرا في وسط الطريق ليس له إمداد يمده بقية هذا الطريق بقية زمانه وبقائه على رار هذه الأرض فإن الإيمان عباد الله مبكة في القلب تحتاج إلى شيء من الرعاية والإمداد بأسباب حياتها ولا تحيا إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيته فينبغي على العرب إذا ما أنبت الله عز وجل له نتة الإيمان في قلب أن يرعاها فإنها تحتاج إلى أن يرويها والريون لا يحدث إلا باستداد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل صالح يتوسل إلى قواعده وأصوله وأركانه وسلوطه وواجباته ومستحباته وترجم قلاته ومكروهاته إنما يتوسل إلى ذلك بعلم صحيح نافع مستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل محتفع له ويقول مثل قوله ويتحرى خرواة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسي خلفه حتى يلقاه على حوضه لأنه مجل جاء من طريق غير طريقه فهو مردود من على حوض رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبعير الأجرم فإنه إذا ورد حوض الماء زادوه وأبعدوه وترضوه عن حوض الماء وذلك لأن الإبل قد تصاب بالجرب من جربه وكذلك هؤلاء المهدزين في دين الله ما لننزل به سلطانا العرمين على غير هدى ونور مستمد من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم في الحقيقة يعيثون في الأرض فسادا أهل الهوى والمعصية الذين يقبون على معصية الله عز وجل وعليها يرقدون ويجلسون ويخبون إليها فإن هؤلاء مفسدون في الأرض ولذلك لا يمكن أن يخابقوا أهل الإيمان على حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاد أناس من أمتي من على الحول فأقول أمتي أمتي فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول ألا سحقا ألا سحقا أي ألا بعدا ألا بعدا فهؤلاء المطرودين هم الذين طردوا أنفسهم بالحرافهم عن منهج الله سبحانه وتعالى فإنهم حين تغذوا في الحياة الدنيا لم يتغذوا على قعام نافع وشراب وشراب سائر شراب وإنهم تغذوا على سموم من سموم المعصية والمهدثات والبلع فضرت أبدانهم في الحياة الدنيا وضرت أبدانهم يوم القيامة فإن المعصية شؤم على أهلها لا تجرب إلا كل مكروه وشر وصاحبها يتخطط في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما قال ربنا سبحانه وتعالى وبين في كتابه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحسنه يوم القيامة أعمى قال ربنا حسرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم كنزا إن نبتت قلبك أو نبتت الإيمان في قلبك تحتاج إلى رهي مستمد من كتاب الله لا من أول ثلان ولا خلان ولا من مذاهب ولا أفكار ولا تنسبات ولا حيث رجيات من بنات أفكار البشر قال قل من عذن أفكارهم وضعوها سيروا خلق عليها وأجبروهم على اتزامها وهو عذن لا يتمرأ فيه إلا خنازيل الأرض أما السموب والعلوم ووسوسة القمر إنما تكون بشرع الله الحنيف الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم فأضاء به الدنيا والذين كما فار ربنا سبحانه والذين كفروا أعمالهم كسروا في بقيعة يحسبه ضمهان ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووضى الله عمله فوفاه حسابا والله سميع حساب أو كظلماك في بحر يجيه يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد راها ومن لم يجعل الله له نورا فما لهما النور فإن النور مستمد من الله عز وجل به تبصر طريقة إلى الله سبحانه وتعالى إن هذا الطريق فيه لذة ومتعة يتمتع فيه السالك إلى الله سبحانه وتعالى بما لذب وضاء هذا استمتاع من راعة الله سبحانه وتعالى إنما يكون حين يكون في قلبك حياة حين تكون هذه النبتة حية فإنك تستمتع بكل جميل من طاعة الله سبحانه وتعالى إذا استمتع بكل جميل من طاعة الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وجعل كرة عين في الصلاة وقال أرحنا بها يا غلال وكان ماذا حزنه أمر هرع إلى الصلاة لأنه يجد متعته في الصلاة يجد متعته في قاعة الله عز وجل وكذا الصالحون يجدون متعتهم في قاعة الله فهم في يومهم يدخلون حديقة غناء فيها من الزهور الملونة في ذهيه الألوان وكذلك بفيح عطرها وما فيها من رحيق وما فيها من رحيق فيه عسل فيه شفاء للناس ينتقل المؤمن في هذه الحديقة من زهرة إلى زهرة من زهرة إلى زهرة ومن غصن إلى غصن يتمتع بمص رحيقها وهو عسر وهو عسر يسمى بالشاد أو كل عسر فيه شفاء للناس إنما ينقص رحيقها ويستمتع بألوانها وكذلك هذا يستمتع بفيح ريحها وأما إذا نخل الحديقة أعمى فلا يرى فيها شيء من ذلك لا يرى ألوانها ولا يحتفي إلى مكانها ولا يعرف كيف يمتص عسلها ولذلك لا يستفيد من ذلك بشيء وربما يسلك معك ويقول أنا لا أسعر بشيء من حلاوة الإيمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام لنا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وربما هذا لم يذف طعم الإيمان ولم يعش هذه أيام في استلتاع بحلاوة هذا الإيمان لأنه في الحقيقة أعمى وقد يظن الغان أن العبى عمى العينين إنها لا تعمل أمصار ولا من تعمل قلوب الذي في الصدور فحين القصار في العمى لا تستمتع بشيء ولا تهتدي إلى شيء ولا ترى الأشياء ولذلك لا يمكن أن تصدق أو تؤمن أسواد عليهم أأنذرتهم أم أن تذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أرصالهم وإشاور فهؤلاء لا يرون متعة في طاعة ولا يرون حلاوة الإيمان فيها لأن المبتة ليس لها ري يمجها هي في عداد الأموات لم ينعشها بهذا الإمداد من طاعة الله سبحانه وتعالى من عمل صالح ينق به هذا الإيمان وأن عمل صالح ينق به هذا الإيمان فإن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فإذا ما فعل العبد الطاعة نمت هذه النبتة وترعرعت فأخرجت ساقها ثم أوباقها ثم زهرتها ثم بعد ذلك ثمارها ثم جرت الحلاوة في الثمر فذاق الإيمان حين امتلأ قلبه إيمانا حين كان عنده حياة في قلبه مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الحياة الحقيقية ليس أن تمشي وأن ترى وأن تسمع وأن ترسل وإنها الحياة الحقيقية هي في الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم لما تكون فيه الحياة الحياة الحقيقية في الدنيا والناخرة أما إذا ابتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى ولئن يعمل صالحا فإنها تؤشك أن تذبل هذه النبتة وأن تجف وأن تموت بعد ذلك فإذا ماتت فإن القلب يحدث به السوداء ثم يتوكم عليه الران ثم يكون عليه القفل ثم يختب على هذا القفل فإذا ختم عليه فهلا أرجى أن لا يفتح بعد ذلك ويكون الإنسان قد استدرج نفسه بطريق في طريق في طريق سيء لا يمكنه الرجوع منه إلا رحمة الله سبحانه وتعالى فالعبد علاد الله ينبغي أن ينتبه لهذا فإن النفس كما تحتاج إلى ري مستمد من الكتاب والسنة تحتاج إلى لي من العمل الصالح فإنها كذلك تحتاج إلى عناية تحتاج إلى عناية من دفع الآفات عنها فإن الزرعة أو النبتة تعتليها الآفات وأور ذلك الحشائش التي تنبت حولها فإنه ينبغي أن ينظف ما حولها من الحشائش وهذه الحشائش إنما هي ضياع وقتك من غير طائل ولو كان في شيء من المباحات فإنه يستنفذ وقتك كما تأخذ الحشائش غذاء النبتة فإنها تستنفذ وقتك وتستنفذ جهدك وتستنفذ مالك في غير طائل من تحتها فأنت لا تستفيد من ذلك عند الله عز وجل إذا لقي بهذا فماذا تقول لله عز وجل إذا لقيته فنظر في كتابك فوجدت أغلب ما في الكتاب أنك كنت تأكل وتشرح وتجانع وتسرح وتتمشه وتتفرج وتتنزه وغير ذلك وأما جلساتك فكانت لا أقول في غيبة ولا نميمة وإنما كنت تتكلم كلاما مباحا لكنه ليس هناك طائل من تحت في الدرهم والدينام والقطيفة والخميصة وعمل اليوم إنما تعمل مذ تصبح في صباحك إلى أن تمسي في مسائك ليس لك من هذا الوقت عبادة إلى ما تخففه من الدقائق تصلي فيه الصلاة إن كنت صالحا على وقتها فإذا ما وجدت سيدا ما نذر في كتابك يوم القيامة وجدت أن أكثره غفظ لا قيمة له وأن عملك الصالح إنما هو ساعة من نهار إذا جمعوا لك عملك كله الذي عملته في حياتك وجدوه عمل ساعة أي كأنك أقمت على ساعة كافلة من العبادة وأفضل منه من وجد ذلك عشية أو دحاها وأفضل ذلك من وجده يوم وليلة وأفضل منه من وجدها أياما معدولات وأين بقية عمره إنما ضيعته ولم تستفد منه كما أن الحشائش أكلت غذاء هذه النبتة فينبغي عبد الله أن تطهر حديقة قلبك من كل هذه الحشائش وأن تدفع عن هذه النبتة هذه الآفات التي تعتريها من هذه الآفات التي تأكل هذه النبتة وتضبرها وتسيبها من أمراض فينبغي أن تطهرها من ذلك تطهرها من أمراض القلوب من الحسد والبرض والكراهية وأن تطهرها كذلك من الضغائم أن تطهر قلبك من الشرك والرياء والنفلق أن تطهر قلبك كذلك من كل أمر من كل أمر رذيل وأن تعمر قلبك بكل أمر فضيل لا بد أن تكون هذه النبتة عندها قدرة على مقارنة تلكم الآفات لما استودعت فيها من قوة الإنان المستمد من كتاب الله ومن عمل صالح قوم بهذه النبتة تدفع عنها آفاتها وتقتل أعداءها من أمراض القلوب وأمراض الجوارح وأمراض اللسان فإن العبد إذا عنا بهذه النبتة ودفع عنها آفاتها فإنها تحتاج إلى شيء من عناية الأخرى حتى تكون لها هذه الثمرة إن العبد قد يغفل عن محتره وقد يسره فيحتاج إلى أصدقاء صالحين وخلان يدفعونه إلى طاعة الله عز وجل فإذا نسي ذكروه وإذا غفل وعظوه وإذا تكاسل قدموه ونشطوه وأعرضوه على طاعة الله سبحانه وتعالى فهم الذين يدفعونه إلى الله عز وجل وهم الذين يعينونه على العناية للنبتة التي أنبتها الله سبحانه وتعالى في قلب هذا المر إن العناية عباد الله بهذا النبتة التي هي فضل من الله عز وجل ونعنة تحتاج إلى علم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن النبتة لا تتغذى إلا بغذاء صحيح وإلا مات والصحيح هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله ثم بعد ذلك من عمل الصالح ثم تحتاج إلى شيء من الغذاء كما تضع الصناد للنبتة فإنك تحتاج إلى نوع رعاية لها ومن ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى فإن كسرة الذكر تؤدي إلى نباء هذه النبتة وإلى دفع الآفات عنها وإلى أن تكبر يوما بعد يوم حتى ينتبه قلبك بها كما بيّن رفن سبحانه وتعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكتهم ليخرجكم من الظلمات إلى النور فإن العبد إذا ما ذكر الله عز وجل صلى الله سبحانه وتعالى عليه في الملأ الأعلى وصلاة الله سبحانه وتعالى على عبده إنما هي إخراج له من كل رذيل وكذلك هدايته إلى كل فضيل وإعانته على طاعة الله سبحانه وتعالى فإن صلاة الله عليك ذكرك في الملأ الأعلى حين يتباه الله عز وجل بك في ملاذكتهم فيقول انظروا عبدي ماذا يفعل إنه يفعل كذا وكذا يعجل ربك من رعي غنم في شغية يؤذن ويقيم ويصلي وحده يقول الله عز وجل انظروا إلى عبده هذا يؤذن ويقيم ويصلي وحده يخاف مني أشهدكم أني قد غفرت له إنما دفعته بخصية من الله عز وجل ولو كان وحيدا بعيدا عن الناس لا يراه أحد فقد طهر قلبه من آفة الرياح التي تفضي على كل عمل تؤدي إلى الاضطرار وتحسن إليه ثناء الناس عليه ويكون هدفه ورجلأه بكل عمل يعمله هو أن يثني الناس عليه لا أن يقبله الله عز وجل أو لا يقبله ليست علمه على الآخرة آفة عظيمة أما المرء المؤمن فإنه لا يبالي بثناء الناس أو ذنهم وإنما ينظر إلى عظيم فضل الله سبحانا يرزو رحمة الله عز وجل ويخاف ويخاف عذاب الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل يعجب ربك إلى رعي ظنن في شرية يؤذن ويقيم ويصلي وحده ليس معه إلا ظننه ولكنه مع ذلك يقيم دين الله عز وجل كله دن ورم إلى رؤية الناس إليه فإن غذاء قلبك عبد الله إنما يستمد من كثير ذكر لله سبحانه وتعالى ومن الدعاء كذلك فإن الدعاء لأثر عظيم في بقاء هذه النبتة أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى الإسلام أن يذبتك على الإسلام حتى تلقى الله سبحانه وتعالى واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أم ذا مسلمة لك وأين مناسكنا وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم فأنت تسأل الله عز وجل التبات على دين الله سبحانه وتعالى فتكثر تكثر من الدعاء الليل والنهار أن يعينك الله عز وجل على طواعته على حسن عبادته وطواعته وعلى حسن شكره سبحانه وتعالى فالعبد ينبغي أن يكون كذلك يعتمي بهذه بالدعاء والذكر والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظلم بالله أن الله سبحانه وتعالى يغير الأحوال وينقلك من حال إلى حال لا تبتأس ولا تقنق من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا تب إلى الله عز وجل توبة النصوح وارجع إليه ولذبه واستعن بالله سبحانه وتعالى واعمل له عملا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يقبلك وإن كنت قبل ذلك عندك ما عندك من الذنوب والآزام فإن ذلك لا يعجزك عن السير إلى الله سبحانه إذا أردت المسير إلى الله سبحانه وتعالى فعلم عبد الله أن الله سبحانه وتعالى إذا رزقك هذه النبتة الصالحة هذا الإيمان يترع رع في قلبك فكن شاكرا لله عز وجل بالعناية به فأعمل بطاعة الله واجبر معصية الله سبحانه وتعالى وأقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفوا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى حاجه وصحبه وسلم تسليما كذيرا وأشهد لا إله إلا الله وعنده لا شريك وأشهد أن محمد العبد ورسوله أما بعد عباد الله فإني أخاطب نفسي وإياده في هذه الكلمات فإن كثيرا منا ربما كانت عنده حماسة في بداية الكزام فكان مهتم بكل صديد وكبير من أمر السنة الشريفة وأنه ربما هيأ نفسه ظاهرا وباطنا وربما سابق الريح إلى الله سبحانه وتعالى فصل الصلوات في الجماعة وحضر تكبيرة الإحرام ووقف في الصف الأول وكان عن يمين الإمام سابق الريح في كل طاعة من الطاعات كان يعمله كتبه وكراساته إلى دروس العلم يكتر يكتر ويسجل ويستمع ويصد ويعلق في كتابه على جميل الفرائد التي يذكرها معلمه في درسه ثم بعد مدة وجيزة رمى كتبه وكراساته ولم يرجع إليها وكذلك صار يتخلف عن الصف الأول بداية عن تكبيرة الإحرام ثم عن الصف الأول ثم عن الصف الثاني والثالث والرابع ثم تأخر عن الصلاة فحضرها في آخرها ثم جاء بعد الصلاة بعد ذلك ثم صل في بيته ثم جمع صلاة إلى صلاة وما زال هو ملتزم بلحية وقميص وسواك وربما رضع على رأسه وننصوة وكان ظاهره أنه ملتزم بشرع الله حمل دين الله عز وجل وعهد الله عز وجل على أدائه ونشره ثم هو يحتاج إلى دعوة في نفسه ربما انتظرنا منه أن يكون داعية إلى الله عز وجل ربما انتظرنا منه المزيد أن يؤدي في طاعة الله عز وجل أن ينصح غيره فكان عدءا على إخوانه يحتاج إلى تذكير ونص وذلك لأنه ربما أخذته الحياة الدنيا في قليل من الدرهم والدينار فانشغل لعبدها وهي قرية فانية لا تكفي الكفاف فإن أكثر من زمانين بالمئة من أهل تلك البلاد وفي كثير من البلاد الإسلامية لا يجنون الكفاف وإنما كل ما يعملونه بالليل والنهار هو عبارة عن حينات فقن صلبه وشرفة ماء ونوبة ليست بهانية نومة يفزع في وسطها من التفكير في أبنائه وحاجاته وحاجات الزوجة وحاجات المرض والطعام والشراء يعمل كل نهاره جعبري جواب صخار بالأسواق ديفة بالليل عنار والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصاب الكثير منا عبد للدرهم والدنار نسى قضيته ونسى الأمر الذي اتزمه وعهب الله عز وجل عليه حين اتزم فإن المسلم حين يسلم عباد الله أو حين يهتدي إلى الطريق السوي المستقيم فإن بينه وبين الله عهد أن يوفي بأوامره في كتاب الله فيتزمها وأنه يتزم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه فما لنا عباد الله ما لنا تراجعنا عن هذا الطريق ليس تمامة طريق نافع إلا هذا الطريق ليس لك إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير خلفه بأنام وتكون في سكينة ووئام حين طبع قدمك مكان قدمه صلى الله عليه وسلم فتسير خلفه فإنه يسير بالناس إلى جنة عرضها الأرض والسماوات فإنه يدعو بدعوة الله والله يدعو إلى دار السلام ويدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فالله سبحانه وتعالى يدعوكم إلى دار السلام ما لكم أسلمتم أعناقكم لعجولهم إبليس اللعين والله سبحانه وتعالى حذركم منه أعظم تحذير فقال يوني الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد إن متع الحياة الدنيا لا تبده فالعبد فالعبد إذا كان عنده ألف دنيه أراد أن تكون عشرة آلاف فإذا كانت عشرة أراد أن تكون مئة وإذا كانت مئة أراد أن تكون مليونا وإذا كانت مليونا أراد أن تكون مليارا ومهزأ يسعى وكان يكفيه في بداية حاله أن يأكل لقينات يقبن صلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسب لآدم لقيمات يقن صلبه فإن كان ولا يبد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه عمعافا في بدنه فقد حيزت له الدنيا بحذاتيرها الدنيا نقمة تأكلها ومعافا في بدنه وسكن تسكن فيه وتسكن فيليه فإذا وجدت هذا فقد حيزت لك الدنيا بحذاتيرها الدنيا مهما كان من ألوان وصنوف الطعام كلها فهي واحدة وإن كانت صنوف المساكن الواسعة والضيقة فإنها كلها واحدة فإن القبر أضيق من ذلك كله العبد يريد أن يسكن في قصر أو في ضيعة أو تكون له قرية أو من نخيل وأعناق أو أن تكون له مدينة يعيش فيها وحده لكنه في نهاية ذلك يسكن في مسكن مسكن ضيق لا يسع إلا إياه في مسكن ضيق في القبر لا يسع إلا إياه لا يخفض من هذه حياة الدنيا إلى ثلاثة أثواب ثلاثة أثواب وربما لم تكن جديدة فإن أبا بكر رضي الله عنه لما جاء له عند موته بأثواب جديدة لكي يكفن فيها فقال إنما الجديد للحي إنما الجديد للحي فآتوه بثياب بالية خلقة فلف فيها رضي الله عنه ودفن فيها رضي الله عنه ربما لم تأخذ من الحياة الدنيا إلا هذه وهذه بدراه قليلة والعبد لم يأخذ من ذلك شيئا ترك ما جمع وما عبد وما أتى به بالليل والنهار ومن شغل وشغل تفكيره ووقته وجوده إنما تركه الوئناس ربما يعيثون بعده فيه فسادا يتمنى في قدره أن يتصدقوا عليه بصدقة جارية أو أنهم يعملون عملا يهدون ثواله أو أن يبعو له وكيف يبعون له وهو ذي ربهم على انكثال بطاعة الله ولا على معرفة شرع الله عز وجل إنك لو ربيت إنك عن الصلاة فإنه وجوده أن تنتفع منهم فإنه يدعو لك ويتصدق عليك ويأرد عنك ويعتبر عنك وكذلك يصم ويهدي ثوابه إليك وكذلك يقرأ كتاب الله ويهدي ثوابه إليك فتموت وتنتفع في قبرك ولدك لكن متى أن تربيته ليكون مهندسا أو طبيبا أو عام ثرة ليس له عقيدة فشوه عقيدة منسوخ العقيدة ليس له عقيدة ولا شريعة ليس له عبادة وإنما هو حيوان يحمل شهادات العظام من شهادات الحياة الدنيا التي لا تساوي عند الله شيئا بل الدنيا جميعها لا تساوي عند الله جناح بعوضة وهو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربتنا إن العبد عباد الله ينبغي أن يكون له عناية بنفسه وينبغي أن يكمل المسير لا ينبغي أن يتخفق ولا أن يتراجع فإني أقسم بالله العظيم أن الطريق رسول الله صلى الله عليه هو الطريق أوح بالموصل لفلاح الدنيا والآخرة من أراد غنى فلينتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد سعة في العيش من أراد سعة في العيش وكذرة في الولد والجاه ومن أراد منصبا ووجاه فعليه بطاعة الله فإن طاعة الله عز وجل بركة وينن على صاحبها في الدنيا والآخرة والمعصير لا تحمل إلا شؤما على أصحابها وهي تذهب النعم إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم إذا كنت في معصيرة في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم فإن العباد أراد بك فإن العباد أراد بك ضرما من الخبر والجنون أراد بما وضعوا من بنات أفكار تشريعات وقوانين أن يجعلك نسخة في الحياة الدنيا أن يجعلك حيوانا إن سركوز الذي يحتل منصبا عاما في فرنسا وكانت امرأته تعشق صاحبه فعبى عنها وحافظ على صداقته بصاحبه وهاجم تعبد للزوجات فانظر إلى هذه المهمية التي يعيشها هؤلاء والذين وردون أن يصدقوها لنا على أنها مدنية وحضار فإنه يعفو عن زوجته التي خادمت صديقه ووقعت في فاحشة ثم هو يحترم صداقته مع صديقه الذي خانه في عرضه وفي زوجته ولا يتأثر الصداقة بفعل هذا والله إنه لفعل خناز ثم هو يهدم الشرع الحنيف العفي في تعب للزوجات فإنها هذه الأفكار العفنة المنتنة هي التي أنتقت هذا النفل الذي يزم النفوس في مشارك الأرض ومغاربها أما الريحانات التي تشم ريحها من مسيرة كذا وكذا هي أفراد تشريع الله سبحانه وتعالى في ريحانات وزهور فهيجة الألوان ينبغي للعبد أن يستبتع بالعضر إليها وأن يستمتع كذلك بالتنقل وحدة إلى أخرى وأن يستمتع بمص رحيبها فإن فيها الشفاء كما أن العسل شفاء للناس فإن ما في أفراد الشرع حنيف وشعائله إنما هو شفاء لنا في الصدور شفاء لنا في القلوب شفاء للجوال وشفاء من الأمراض كل الأمراض التي تعتريك عبد الله فإنها ربما أشكى إذا ما كان العبد متيعا لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله أعظم منهج في الحياة الدنيا يسوكك إلى العظيم المنزلة في الآفرة هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلق فهل عسى أن تتحولوا عن هذا فإن توليتم يستغذر قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرق الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ولا تجعلهم التبسا علينا فنظل واجعلنا للمعتقين إماما اللهم قاتل الكبرة الذين وصبون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يكون نبوع اللهم خالف بين كلمتهم وأنتج قلوا بهم الرعب وأنتع بهم عذابك ورزك إله الحق اللهم شدد شملهم وخرد جمعهم ونع الكيلهم في نحرهم ونع الدائرة عليهم يا رب العالمين اللهم احكي الدماء المسلمين في فلسطين المحتلة اللهم ألف بينهم وثبت أقدامهم ووجه سياغهم إلى صدور عدوهم اللهم أقول اليهود المدرمين بددا وأحصيق عددا ولا تضاد منهم أحدا اللهم أحب حسدتك الأقصى من ثلاثي أفل الكردة وخنازية اللهم أصر إخبارنا في العراق اللهم أصر إخبارنا من أهل السلثة في شعراء اللهم أرفعهم من الحصار اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم أصرع أعراضهم وآمروا عادلين وحفظهم من رين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونحوذ بربنا أن يغتالوا من تحتهم اللهم أرحم أطفال اليدان والنساء الأرامي والإمهات الثكالة اللهم أرحم ضعفهم وخلة حيلتهم واغفر لنا تقصيرنا نحو إخواننا يا رب العالمين اللهم أكبر لهم دينك الذي ارتضيت له وانصرهم على عدومك وعدومهم من التحالف الكفار المظلمين والشيعة المنافقين وأعلي راية التوحيد وأعلي راية التوحيد في أرجاء هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين اللهم أهلك هذه البلاد الشيعة الصفويين الذين أرادوا بأهل السنة أتباع رسولك عليه الصلاة والسلام وأحباء أهل بكر وعمر وعثمان وعلي وسائل الصحابة أرادوا بها سبيه شرا اللهم رد شرهم اللهم رد شرهم فيه عليهم اللهم إنا ندعلك في محورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا ندرأ بك في محورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم نصر إكواننا في كل مكان في أغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم نصر نصرا عزيزا مؤزرا اللهم أرن في أعدائك يوما أرن في أعدائك آية من عجاب آيات ودرتك يا رب العالمين اللهم أهلكم جوا وبحرا وضرا واجعلوا عبرة للمعتبرين يا رب العالمين اللهم لا تخدم لهم قائمة اللهم لا تغرب له قائمة ولا يعوذ إلى بلاده إلا في صناديق عبرة لكل معتبر اللهم اغفر لنا وليخوارنا الذين سبقون بالإيمان اللهم اغفر لنا وليخوارنا الذين سبقون بالإيمان ولا تبع في قلوبنا غلا للذين آمنوا وسبحانك اللهم بحمدك أشهر لا إله إلى أن أستغفرك أتوبا